سلاسل دهب ومزمار وطبل كاميرا موقع بصراحة الإخباري بترصد مشاهد احتفال طلاب الثانوية العامة بانتهاء مارثون الامتحانات عد معايا كده أربع مشاهد تصدروا ترند وكانوا حديث الرأي العام خلال الساعات اللي فاتت أول مشهد معنا كان استقبال الأهالي للطلاب بعصير المنجا وده لأن الجو حر وهم حبوا يهوينوا شوية على الطلاب طبعا الطلاب خرجوا من الامتحانات ما كانوش مصدقين أنهم خلصت كده برقة وما فيش سهر ليالي ولا تعب وأن أهم سنة في حياتهم خلص كده تاني مشهد معنا وده كان غريب جدا طالبة جابت طبلة وقعدت تغني والطبل والبنات حواليها بتلقص الكل كان فرحان حتى الأهالي نفسهم كانوا مبسوطين وفخورين أن بنتهم خلصت من أصعب سنة في حياتها تالت مشهد وهي والد الطالبة قررت تخرج عن المألوف اشترت مجموعة كبيرة من الأولال وأول ما بنتها خرجت مبسوطة وبتضحك ممتها بسرعة طلعت الأولال وقعدت تكسر فيها كانت مبسوطة جدا وده لأن بنتها تبهدلت على مدار السنة ده غير الشد العصبي اللي كانت بتمر بيه علشان كده الأم فرحت جدا أن النهاردة آخر يوم في الامتحانات اشترت الأولال وكسرتها قدام المدرسة والبنات ملمومة حواليها بيحتفلوا معيها بطريقة مبهجة جدا رابع مشهد وهو إن أخ قرر يفرح أخته اللي كانت بتصهر تهون عليه طول الليالي جاب لها سلسلة هدية وكان فرحان ومبسوط بيها وقرر يديها الهدية دي قدام الناس كلها وده علشان يعبر لها عن فرحته الكبيرة وحب ليها إنها ساعدته في أهم سنة في حياته الدراسية خامس مشهد بقى هو كان رأس الطالبات على مستوى الجمهورية بداية من الشرقية وصولا بكفر الشيخ والقاهرة وكمان الإسماعيلية وحتى اسكندرية الطلاب كلهم فرحانين ومبسوطين خلاص خلص مع رسل امتحانات الثانوية العامة وهنلاقي إن في عدد كبير من الطلاب جابوا هدايا لإهليهم وده رصدته وعدست بصراحة في أحد الشوارع طالبة جابت لوالدتها بوكس كبير من الهدايا وشكرتها على مساعدتها ليها ووقفها جنبها في أهم مرحلة في حياتها في النهاية قلنا رأيك في احتفالات الطلاب بانتهاء الامتحانات ترجمة نانسي قنقر